أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية متينة على أكافة الصعود بما فيها المالي والاقتصادي مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يفتح أفاق أرحب في مساراتها المختلفة ويحقق التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه اليوم سعادة السيد دان كويل نائب رئيس الولايات المتحدة السابق رئيس مجلس إدارة شركة سير بوريرس العالمية لإدارة الأصول والخدمات يرافقه سعادة السيد براين هوك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وسيد فرانك برونو الرئيس التنفيذي للشركة حيث رحب سموه برئيس مجلس إدارة شركة سير بوريروس العالمية لإدارة الأصول والخدمات والوفد المرافق منوها سموه بإسهامات الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة الأصول والخدمات ودورها الفاعل في دعم كافة القطاعات التي من شأنها رفض التنمية الاقتصادية كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي